التقى وزير الخارجية الامريكية جون كيري امس مع عشرة مسؤولين في وزارة الخارجية وقعوا على مذكرة طلبت اوباما بتوجيه ضربات لنظام الاسد هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية الكشف عن تفاصيل ما جرى في الاجتماع فيما تشير المعلومات ان الاجتماع انتهى دون التوصل لوجهة نظر مشتركة من جانب اخر انتقد المرشح الجمهوري المحتمى للانتخابات الرئاسية الامريكية انتقد سياسة اوباما الخارجية التي ادت لاسقاط نظام القذافي والسعي لاسقاط نظام الاسد حسب قوله وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من الولايات المتحدة عمر حسينو مسؤول العلاقات العامة في المجلس السوري الامريكي مرحبا نبك سيد عمر ما هي اهمية اجتماع كيري بالدبلوماسيين وهل يمكن ان نشهد تغييرا في سياسة اوباما تجاه سوريا هلا اولا لا يمكن نشوف اي تغييرات في سياسة اوباما لانه سياسة اوباما مستمرة وما زالة مستمرة يعني حتى بعد اخر التعليقات اللي طلعوا من هدول الوحدة وخمسين موظف بالوزارة الخارجية وهي اول مرة بتاريخ وزارة الخارجية وحدة وخمسين دبلوماسي بيوقعوا على ورقة بتنتقد فيها سياسة الادارة ومو بس هيك يعني بعد ما وقعوا على هاي الرسالة نشروها للاعلام وصار الى ضجة اعلامية كبيرة هون بامريكا يعني شفناها على كل الاخبار ورجعت سوريا على اخبار يعني ونظام الاسد على الاخبار بس حتى مع كل هاد الشغل اللي يشتغلوا فيها هاد دبلوماسيين لا يمكن انه يتغير سياسة اوباما ونحن فعلا بعد يوم اسمعنا و البيت الابيض قالوا انه ما بدي نغيره سياسة انتجاه سوريا واسمعنا يعني نحن شفنا يعني من قبل استقال فريد هوف اللي هو كان السفير يعني المبعوث الولايات المتحدة للنزاع السوري او القضية السورية من اول الثورة واستقال بعد ما ما تغير سياسة اوباما واستقال السفير فورت اللي هو كان السفير الى سوريا واستقال الوزير الدفاع السابق تشوك هيغل كمان وكل هادول العالم يعني بعد ما استقالوا كلهم انتقدوا سياسة اوباما وقالوا انه اوباما لازم يعمل اكتر لاسقاط الاسد لازم يعمل حزر طيران لازم يسلح المعتدلين من الجيش الحر وكل هالتعليقات وما شفنا شي تغير بسياسته لأوباما سيد عمر البعض رأى ان تصريحات ترامب تصب في مصلحة نظام الاسد من خلال انتقاده لسعى سياسة اوباما الى اسقاط نظام الاسد كما قال كيف ترى ما قاله دونالد ترامب سياسة ترامب كتير قريبة لسياسة الرئيس اوباما الحالي ولكن ترامب الساقوى باعتقاده انه لازم يتم نظام الاسد يعني ترامب حكى انه سبب داعش هي السعي لاسقاط نظام الاسد فهو عب ينتقد كل سياسة كل شغلة عب يعمله اوباما لاسقاط نظام الاسد ونحن بنعرف انه بعد خمس سنين سياسة اوباما الضعيفة يعني ما طلعت منه نتيجة اسقاط نظام الاسد نظام الاسد هلا للساعة وبقيان ودونالد ترامب هذا مو اول مرة بيحكيها بس بعد الاحداث اللي حصلت باورلاندو حكى علنا انه السعي لاسقاط نظام الاسد هو سبب كبير لداعش يعني هو صراحة دونالد ترامب من الالفين واربطاش اول ما طلع مشروع تسليح الجيش الحر هو قال انه هدول الناس ممكن يكونوا اسوأ من الداعش واسوأ من النظام الاسد وكان ضد هالشي مية بالمية وهو مع بقاء انظمة الدكتورية في العالم العربي وبيعتقد انه هالانظمة يعني هتأدي الى القضاء على الارهاب يعني للأسف ولكن مع هذا الكلام انه هو مع بقاء نظام الاسد ترامب حكى كذا مرة يعني انه هو مع منطقة امنة في سوريا مع منطقة امنة وحكى هالشي لانه هو قال انه ما بده ولا سوري يجي على امريكا وما بده اي لاجئ سوري يدخل على الولايات المتحدة فهو الخيار الاخر قال انه يعمل منطقة امنة داخل سوريا بس بعد اتقاده لترامب ترامب قال انه هو بده يعمل المنطقة الامنة بس دول الخليج رح يدفعوا حقا فهذا الحكي اللي عبيحكي ترامب الان ابتجاز القضية السورية نعم شكرا لك من الولايات المتحدة الامريكية عمر حسينو مسؤول العلاقات العامة في المجلس السوري الامريكي شكرا لك شكرا لك